الزميل علي رباح مراسلنا ينضم إلينا الآن من الرميش ليضعنا في صورة كل هذه تطورات وهذه المنطقة علي التي استهدفت بالقصف يبدو أنها المرة الأولى التي تم استهدافها من طرف إسرائيل بالفعل جمال مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع ربيد في بلدة الصويرة في البقاع الغربي شرقية لبنان دعنا نتحدث قليلا عن جغرافية المنطقة منطقة الصويرة طبعا هي متاخمة أو تقع على بعد كيلومترات قليلة من نقطة المصنع الحدودي حيث تعبر السيارات منه إلى سوريا وبطريقة عكسية إلى لبنان وبالتالي هذه المنطقة هي ليست منطقة نفوذ حزب الله للمرة الأولى يتم استهداف هذه المنطقة بطبيعة الحال ويتم استهداف سيارة في منطقة البقاع عموما المعطيات الأولية تشير إلى أن السيارة هي من نوع ربيد كان يستقلها عامل سوري يعمل في مجال البناء على ما يبدو بحسب المعطيات الأولية أيضا والأمنية للتلفزيون العربي فالعامل السوري استشهد في هذه السيارة إضافة إلى سقوط عدد من الجرحة كانوا بالقرب من هذه السيارة طبعا نحن نتحدث عن بلدة عن شارع مقتض عادة بالمرة وبسكان هذه المناطق طبعا بلدتي الصويري ومجد العنجر المتاخمتان لنقطة المصنع الحدودية هذا التطور بطبيعة الحال منطقة البقاع يأتي بعد ليلة كانت ساخنة في منطقة البقاع أيضا حيث تم استهداف بغارة إسرائيلية منطقة العسيرة في بعلباك في قضاء بعلباك على بعد مئة كيلو متر عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة طبعا بعد هذه الغارة تم الرد من قبل حزب الله بأكثر من ستين صاروخ استهدف فيها ثكنة كيلع وأيضا ثكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل منطقة البقاع ليست المرة الأولى التي تستهدف أيضا استهدفت أكثر من مرة هذه المرة الخامسة التي يتم فيها استهداف منطقة البقاع والرابع ليلة أمس التي يتم استهداف فيها مدينة بعلباك كانت استهدفت مدينة بعلباك للمرة الأولى في السادس والعشرين من شباط فبراير الماضي بعد أن أسقط حزب الله مسيرة إسرائيلية من نوع 450 هيرمز طبعا 450 إضافة إلى المرة الثانية التي تم استهداف فيها المدينة كانت بعد أن قصف حزب الله كيلع ويؤاف في الجولان السوري المحتل بأربع مسيرات انقضاضية والمرة الثالثة حيث كان حزب الله طبعا استهدف كيلع ويؤاف مجددا والجولان السوري بعشرات الصواريخ وأكثر من مئة صاروخ كاتيوش هذه المرة الخامسة التي يتم فيها استهداف منطقة البقاع ولكن هذا الاستهداف مجددا هو يختلف بطبيعته بمضمونه عن الاستهدافات السابقة مدينة بعلباك على سبيل المثال هي مدينة يصفها أمين عام حزب الله حسن نصر الله بخزان للمقاومة ولكن بلدة الصويري مجد العنجر نقطة المصنع تلك المنطقة منطقة البقاعين الأوسط والغرب هي ليست منطقة نفوذ لحزب الله وأيضا على ما يبدو بأن المستهدف هو مجددا بحسب المعطيات الأولية عامل سوري يعمل لاجئ سوري يعمل في مجال البناء وعلى ما يبدو أيضا بأن هذا الربيد هو يعود بحسب المعطيات أيضا لمواطن لبناني من بلدة الصويري وبالتالي معظم السكان الذين تحدثنا معهم عبر الهاتف في تلك المنطقة يقولون بأنه ربما كان هناك سوء تقدير بسبب هذه الغارة لأن هذه الغارة لم تستهدف حتى هذه اللحظة طبعا بحسب المعطيات لم تستهدف أي مسؤول في حزب الله أو من جهات من الفصائل الفلسطينية كما حدث في الأسابيع القليلة الماضية في جنوب لبنان على سبيل المثال تحديدا قبل عشرة أيام تقريبا تم استهداف بمسيرة أيضا سيارة كان فيها مسؤول في حركة حماس من منطقة الرشيدية قبل ذلك أيضا استهدفت السيارات أكثر من مرة بمسيرات إسرائيلية إن كان في منطقة النبطية حيث تم استهداف قيادي في حزب الله علي الدبس وعباس الدبس وأيضا كان هناك استهداف لسيارة حيث تم اغتيال في منطقة خربة سلم وسام الطويل وهو القيادي الأبرز في حزب الله ولكن مجددا الاستهداف اليوم هو لا يشبه الاستهدافات السابقة منطقة الصوير هي ليست منطقة نفوذ حزب الله هي منطقة بقاعية قريبة من الحدود اللبنانية مع سوريا تحديدا على بعد كيلومترات قليلة من نقطة المصنع وهي نقطة عبور اللبنانيين والسوريين باتجاه دمشق وعائدين باتجاه البقاع ومجددا بحسب المعطيات الأولية هناك استشهاد للاجئ سوري يعمل بمجال البناء هو الذي كان يقود هذه السيارة وهذه السيارة تعود لمواطن لبناني من بلدة الصويري نعم جمال